سلايث بن بشر موسى نقابة تونسية للفلاحين مرحبا بك سلايث وبيك سادي عاشك فلاح بطبيعة الحال دونك المهنة هذي تعرفها مليح مليح هل الفلاحة مهنة جذابة سلايث والله مهنة جذابة بالنسبة لي نحن نتقام منين بها لكن صعبة ياسر ولي نحكيو عليهم هما الجيل اللي بشي جي بعدنا نعم جستما حكينا عليه شوية وعطينا فكرة شوية اليوم هل مشعل هذا وقت لي جيها التحديات هذي الكل ونحكيو على اكتفاع ونحكيو على تحديات طال مشيو من بعض اللي هات نقول لكن بصفة عامة فما ريهان على الفلاحة في البلد هذي لا من ناحية العامة نصحة عبير كشأن مجتمعي كشأن عام ما نشوفو فيه وحتى كنشوفوه نشوفوه فيه خطابات نحكي رسمية اللي هي نجم تنبقى تثق عليها القرارات مواقف سياسات عامة هذي مفقود ومنذ سنينة حتى قبل الفين وحداش حتى كل واحد ينسق المور من نصلها كانت عندها أما يعتبروها أنها فيها برشة مخاطرة هذا في وقت معين وقت لتونس عملت على التصنيع المكثف نصحة التعبير ثم قبل ولا فرض وقت مسألة التعاذد اللي كانت هي تهم الفلاحة لكن لم تأخذ بطريقة عقلانية وفيها ما يتون عن تحت وعدي احترام التراتيب وحتى حقوق الناس إلى آخره ثم وقت لتحرر الاقتصاد واخر سبعينات ثم جات هذه البوليتيك دا جزتو مصر اكتغال اللي في موضوع الساعة تاولي ديما نرجعوله ولو نجم ونعقب عليه شوية بتحيينه اليوم وقت ليلة فاميت دخل في تونس في ستة وثمانين سبعة وثمانين صار تراجع كبير في دور الدولة في تنمية القطاع الفلاحي من حيث أما كل ما هو هدايا سسمو معناها ضمان الأسعار في المدخلات ولا بالخصوص حتى في الهياكل اللي متدخلة في الفلاحة وتشير إلى شيء من الريجولاسيو كيفش صارت وقت وحدا وحدا ليس دي خلاونا كيف لوحد يكون هابط أصلوا عنده براشويت وبعد يقصوا به لحبال بتاع البراشويت دونك كمانا اللي قريب اللي طاح اللي تكسر اللي تقعد اللي كده واللي هذا يبين زاد على صلابة الفلاحة التونسية اللي لكن عندها حدودها ما حتى شيء بليش حدود ما عندها اللي نحكيه عليه ولو زميلكم الموفق قال ما عاش تكلمه ياسر بالفرنسيس نسمع فيها قبيلة القدرة على تقبل الصدمات معناه لا ريزيليانس كما يقولوا عند حد في الفلاحة التونسية وأصعب تسير في قطاع اقتصائي هو في الفلاحة خطر كل عام لازم تتأقلم بساعات منهر نهر نهر نازم تتأقلم على على التقس على العوام الطبيعي لي غير التقس على الأمراض على غيرها جستما لكن هنا هذا يحين على أسألة أخرى شنو الخيار اللي صار في الفلاحة التونسية سيليس معناها نجم نجي نقول لك هنا يا أخوين نجم نعطي هنا بلدين نجم نعطيهم لابل نجم نجي نقول لك هولندا تزنع في تزرع في الورد ولا نقول لك أوكرانيا في الحبوب ولا تونس فاش تزرع تونس شا عندها تكوالا بلو فالي شكونا احنا في الفلاحة كيف فيها آآ جانب لازم لنناخدوا في بو وقت منش نقضوا ساعتين شا عقلك آآ هو حاجتين أنا شنزرعو نعرفو حتى ناخدوه من ناحية اللي نقول واحنا العادية البسيطة المبسطة نحنا الكل كفلاحين شمعناها نزرعو عنا ساعة تاريخ قديم وجذور في مسألة الحبوب في مسألة زيتين في مسألة القوارس اللي فيها زيادة الأصناف انتاعنا خطة زيادة يتحثوا ياسر الناس تبارك الله ناس كل ولد تدعيه بالخبرة والمعرفة والحكمة آآ هذا فيه جانب من السيادة حتى الوطنية اللي هي مكفولة لكن في المقابل هل أن الدولة نحكي الدولة كان جثم عنا الماجدسكورو بالعربي بالدال الكبيرة بالدال الكبيرة عطات الإمكانيات مثلا البحث العلمي اللي هو ميزان البحث علمي عمومي من ناحية ليه ما عططوش لأنه ميزانيته وضعي فيسر واحنا اليوم عنا وزير اللي هو جاي من البحث العلمي نتمنى أنه هو بيدو يعرف الوضع متاعه ثم أنا نقول تتجاوز حتى وزيد الفلاحة مش هو وحده بش يفصل ويلبس كده مسألته قلنا هلو ليه هو وقلنا الغيره أنه الرئيسة الحكومة لازمها من جملة الهموم متاحها ونعرف لي نتصور عندها لباس بيهم أنها مسألة الفلاحة في علاقة بالغذاء وبتنمية الأرياف تكون في صدارة الأولويات العمومية يعني اليوم كنقروا لأنه صارت حرب في أوكرانيا واشتعلت أسعار الحبوب بأنواحها والمستورة ذوراها معناه الماييس والسوجة وهذا عنده إنعكاس على أصدقانها مربي الماشية وعلى سعر الحليب كان عندنا وقت مش نرجعوله في عدم تناسبه الهذاية ما تنجمش أنت تنزل على فلسة مش تنطلق وتقفز بإنتاجك من واحد إلى عشرة لكن تكون عندك خطة عامة ثم عندك خطة عمل عندك استراتيجيات عندك سياسة فلاحية ثم استراتيجيات هذا مش موجود والتشخيص كما تحكيوا عليه ساعة فداعتكم هذا يحيرني إلى أقصى درجات أنه مش موجود سياسة مش موجود توجه مش موجود بحث علمي أيدوك عنا شو نحكيو بالضبط عنا شو نحكيو نحكيو على مشاريع شخصية على مشاريع عنا شو نحكيو نحكيو على خطاب ما هوش متناسق مع الإمكانيات إنك إن جيت غدوة للبرح تقول لي راو لازمك تحذر بعد بنص ساعة لازم لي نقولك ما نجمش مش خطر ثمه ضرورة في أني أنا نستجيب لك برغم الصداقة والمحبة وحتى مصلحتي أنا هيا سيدي نحطوها الخاصة هذا زي ذاك كيف كيف أنا نقفزه بنإنتاج متاع إكس متاع نقول وإحنا ستة ملايين وسبعمائة ألف قنطار اللي لمناها مع مناوي ونتفقوا عليه اللي جمعناه هو ذاك الحقيقة الحديث البقية لكل مع هامجة عشرة في المياه متاع استهلاك ذاتي للفلاحين أنا ننتقل لقدش أنا ننتقل لثلاثة وعشرين مليون قنطار اللي هي حاجياتنا خطر في حاجياتنا زيدا إذا واقعي ولا مش واقعي واقعي لكن ماهوش في عام مش تعمل ممكن على خطة ما تقوليش اليوم لما الناس الكل تولي الأراضي الكل حتى في قسرين وسيدي بوزين ما احترامنا ليهم لكن مش الناس الكل معناها مش تولي التزرع وتبعط القروح حكي البذور ما عادش موجودة والعسم ده مش موجودة بشوية بالحاجة بالحاجة كيفاش ممكن سيدي الثنية منين الثنية منين تبدأ إذا كان اليوم فكرة الاكتفاء وفكرة تطوير من في الأرقام اللي كنت تقول فعلي هي أرقام 23 مليون القنتار حاجة دوخ كيفاش منين تبدأ يا سيدي حتى على 15 سنين منين البداية تبدأ هنا قلنا تبدأ بأنها تتوضع التصور عملي انتناقا من اللي أحنا أعطي لي عنوين الكبرى سيدي العنوين الكبرى أنك أولا تعاون الناس أن ينطلقوا في الحبوب خالينا نتحاضروا في الحبوب أنك تعرف روحك الحبوب خاطرية وحاجة هامسية خاطر ساعات فيها تعرف المثال العربي يقول لك من البري ما يكونوا عقوقا موجه خطر الحبوب هو مادة أساسية قلنا عنا فيها التقاليد وكذا وكذا وهي اللي فيها الحرب البحلونة اليوم ما بين روسيا ووكرانيا والتهبة أسعارها الكلنا مش نولي ونزرع حبوب ونعرفوا لي متجمش تزرع سريال سريال معناها كي ما قولوا احنا بلغتنا العامية كسب لكسب شنل لازمك تعمل لازمك تضمن السعر سعر متناسب للزراعات الأخرى لتدخل في التداول الزراعي حتى لا تجدوا بالأرض متجدبهاش ثم ثانيا تضمن اللي هما عنا مثلاً أربعة شركات فيها التعاوني وفيها الخاص متاع انتاج بذور تعرف أنا هي اللي لازمها تتحل ولا لازمها اللي لازمها الدعم وانا هو الدعم اللي مش يمشي لها مش تخلي السعر هو هو وكلفة الانتاج خطر حتى على شركات تعاونية بحيث غدوة ما عندهاش قدرة مش ترفع في انتاجها ونعطيك زوز أمت لمغير ما نسميهم اللي هما عملوا استثمارات متاع تنمية قدرتهم الانتاجية منهم اللي مشاهمين فيها احنا كفلاحين دونك ثمام وخاطرة منها وإيمان بالقطاع هذا ثم أنك توفر الامكانيات اللي هي شي منها جاي من عننا احنا في في الارشاد الحقيقي والمجدي يعني الارشاد تتلاشى معاش تمام مرجدين فيلاحيين مهما كان المستوى مع تيرامي نفس كل سوى قاعدي او متوسط او مرفيع دونك هذا كل يعرفوه في الوزارة دونك مش ليس نبدي تقول اولا لاستراتيجي سي اون وا سي دو اا اا اتروا مش باش باش تعملهم سيدي بقى انا اراضي ثم منحكيوش عالشي اللي هو محكم فينا اللي هي مسألة الطهط المناخية متاع الامطار العوان المناخية اما حتى في السقوي منش عارفينه بعد يتفكر اللي البراجات ما عادش فيهم طيب احنا بنيش بيهم اللي في سبتمبر ما فيهمش لجا صبت في سبتمبر اللي في قوت ما بالك ماشيو تتفاقم الحالة ما ديش تخرج مثلا تعليمات بالحد من الزراعات الاخرى اللي تعتبرها الدولة غير استراتيجية ما نحكيوش عالتشاور سيدي حتى حد ما عاد يحب يسمع خوة في تونس جملة هدايا مصايبنا اما على الاقل انتي كي تحكم تقول راو انا اولويتي هي زرعة كبرة نرجع نرجع جستو ما في علاقة بالاولويات بعض الارقام مش تقول تقول خلال فترة ممتدة ما بين 2008 و2018 بلغت نسبة اعتماد الدولة التونسية على توريد الحبوب معدل 57.35% مسيح نوم اي اليوم هذا شلو واقع التوريد اليوم وإلى اي مدى فما قدرة مثلا نشتقعد مربوط بالدول هذه نشتقعد مربوط الوضع هدايا اللي هو يجبك تجيب من البر فما حلول ولا مفماش حلول فما حلول هني قلتك ما لازمها ساعة اقتناع وتقبل شنو الوضع اللي انتي منتلق منه كيما التلميذ بشي حسن عداده مجمشي انتلق ملي كان دونه المتوسط حسن جدا نربط معلي كنت تقولي فيه سليث اي نعم سليث اذا كان البذور مفقود واذا كان الاسم ده غالية واذا كان كيفاش قلوها معناها نقص في توفر مدتين هاي تبدو لحكاية صعبة ياسر هاو النسب لازم ترون بيدهم صعاب ان شاء الله ما كنتش انا ادخلت الاضطراب في فهم السيدات والسيدات المستمعين البذور موجودة لكن ما هوش بالنسبة نهيك انو اليوم كعبة جمح معناها مشتوى في تقريبا في فيفري في اخر نوفمبر معاتش موجودة حبة قمح للبذر وهذه حاجة عادية باية ومش باية لانو الناس الكل قد تتوجهت بحكم الدعم في السعر اللي هو ثابت على الاقل تعرف روحك انت كي بيش تزرع بقدرش بيش تبيع كان الشورط الكل اخرى المتوفرة لكن انك تعرف روحك انت تجي من وقدش نعرفوه هذي الحرب بتاع اوكرانيا وقدش صارت سيد اخويا ماي صارت من فيفري الفين واثين وعشرين حكا ولا ليه وبدأت لأسعار تمشي اكسبونانسيال اللي وصلت 400 دولار الى اخري دونك قررنا كنا نجم وندعموا اكثر وقتها المؤسسات اللي مجمعة للبذور خطر لعله تبدو تقنية شوية اما تبعني لحظة بركة معاك تعاونهم هذون مش ينجموا يجمعوا اكثر ومش يجمعوا باسعار حتى مدعومة اكثر خطر اليوم اللي مكثرين متاع بذور ما هونش ياخذوا في الدعم اللي حقهم يحصلوا عليه معناه بلي تنتجوا تبيع بنسبة هامش ربح تكاد تكون منعدمة وهذا مش معقول خطر عندك مدخلات اخرى الدويات اللي داوي بها اليد العاملة الطاقة اللي تستعملها مش تكيف ما نطولش عليكم ياسر خطر مش درس في السمانس كيف نعملو هذا من ناحية ونعرفو شنوه لازم يكون دور لينجي سي الماحد الوطني لزرعات الكبرى مش كل مرة نحكو روسنا خطر هو اسهل وعنده المورونة متاع التسير حددلو الحاجات بتاعه رغم لي احنا مساهمين في ميزانيتو بمية في المية كمنجين حبوب دون سيوانا مش مشكل ما قلناش يراو متاعنا بركة متاع تونس الكل اما زيدا كيف كيف نحددلو الخطة متاعه الشكاكي ما قلو كل حد موش خمسة مية دقاية في السفينة ثم انها في توزيع المدخلات كيما لمونيتر هو ليسوء الحظ والله يصر يفتحها في وجهنا الكل وينعم علينا بالامطار ثم مناطق اليوم تكد تكون مجاحة الى درجة كبيرة اليوم نحن نتكلم في وقتي هده نحن نحن نتكلم نحن 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 نعطي لك حاجة نقطة سيلياس صدر صدر قرار لجاحة قرار متاع اعلان المناطق المجاحة كتلك مش ينجم وياخذوا الناس مستحقاتهم من المال اليوم دفعوه في صندوق تأمين على الجوائح الفداك. ما خرج اليوم الناسي هذا. اليوم توزيع المونيتر وإلا صدور الأمر الخاص بالإيجاح عبيده. ما زال مصدورش احنا مو عنده رايد راسمي يخدم نكتورن ولا. يخوية تفكرونا في نصف الليل في مضي ساعة في الستة بتاع وقت الوصولات الفجر يخرجونا القرار اللي هو تخذ لأنه كيفاش تحب المزارع حتى هو يزرع في عز منطقة فلاحية في تونس. لكن ما صافيش أموره مع البنكة والبنكة تولي لك سويدواز وقتها تجيب لي ضمانات وجيب لي ضمان عيني وصاف لي ديونك. معناها شي ولا يبويسك. معناها يتجاوز الخيال ثم أخيرا وليس آخيرا اخذوا قرار سنة كيف كيف في حزمة الإجراءات هذه مشكورين عليه لكن هو أنها تتكافل الدولة في قانون المالية متاع الفين و ثلاثة وعشرين بنسبة ثلاثة في المئة من هامش اللي تأخذوا البنكة على القروض الموسمية لزرعات الكبرى أما الشكون يتعطاه. شكون. لو ما تحكيه وقبيليكه في ساعة الأولى والساعات الأخرين على الشعبوية. أحنا تبارك الله عنا تاريخ مجيد في الشعبويات في تونس هذي حكاية صغار الفلاحين وما همش صغار الفلاحين خدموا بيها بورجيبا والزيين وكلهم الله يرحمهم ويغفروا لهم في النهار من الفضيل. لكن حكاية فارغة. شكون صغار الفلاحين. انت بشتنتج بشتنتج بشكون. الكبار في المساحات. يا سيدي حدد المساحة كنت تحب. خطر ديما احنا ما نقبلوش شيء الربح وكأنه الناس الأخرين تدس فيها بالركبة. أعطيني شكون. ثم صغار الفلاحين في كثير من الأحيان. هم اللي ما عندهمش الضمانات العينية. من هنا تنحيله ثلاثة في المياه. يمشي للبانك. يقول والله يبارك. أعطيني ضمان عيني. معناها إيبوتاك رهنية. على تيتر. ما عندهمش ثلاثة تيتر. ساعات عندك اللي يزيد في العلم. يقولوا أعطيني يزيد منابتك حسيله وندخله في مواضيع. وكأنه معناها اللي ناوي تعطيني بيدك لمن. غيرك يفكوني بليد لساء. في توزيع اللامونيتر خلي نكمل. رغم للناس الطلب قليل. لأنها برشة مناطق في حالة صعبة جدا. مش ما نقولش. أنا سكروش باب رحمة ربي. في الكاف. في زغوان. في سريانة. الاخرية. اللامونيتر يفرقوا علينا. كانوا واحد ياخذوا لحليب تاوة ولا فريف سكر. يفوروا تجارة اللي تبارك الله وين تدخل دخلها بعدها. داخلها في 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 مسألة توزيع. وتفرق في كثير من الأحيان. بما فيهم ولاية جندوبة اللي نعرفها. وعندي فيها الفلاحة. ونعرف فيها كثير من الأصدقاء. يفرقوا بالخمسمائة كيلو وستمائة كيلو. حتى أصغر صغار فالحين ما تزيدش. ثم عنده وقت معين. ثم اخيرا وليس اخيرا الشروط المجحفة ليور الثنياز كيف كيف على الوقت القديم من التسعينات متاع عنه لامونيتر مادة خطرة. نعرفوها خطرة. لازمها بطاقة مسلك وبطاقة ارشادات وتبشي للحرس والمنطقة وكذا حتى على شكرتين. وتخرج من السلو. تلقى نيس تبيع في المزوت وفي الليسونس كلندو. ميشفر بلاد. وحدة سويسرا والاخرى صومالة. لا 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 ما لا. لا 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 ديسونس هاذية. لا لا MALAR.жеدي. هو موسم الزياتين تمام مسألة الحليب وكثير من الاصدقاء اللي حتى باتصال بهم يوميا نقول لكم مسألة الحليب ليكون في علم سيادتك والسيدة القايمين على شؤوننا كأن سمعونا والسيدات والسيدات المستمعين أنه الحليب الزيادة مثلا اللي صارت فيه في السعر المرجعي ب1350 تقريبا ليت فيه بالحاجة ثم جيت ممخر خاتل قبل كانت ما تفيش بالحاجة ديما كيك البول مش حا حكلي ولده حاجته بالدينار يعطيه 500 أما على قل يعطيهلو في النهار لول مش يعطيهلو بعد جمعة هو مكردي وبتسلم عن صاحب ومعرفش عليش الضوب في وقتها وبن أحية الأخرى اللي نتصوره أن دولة فرضت على مصانع العلاف أنها تبقى على أسعار العلاف دائما تجمعتين من زمان ومصانع العلاف اللي هي متكتلة مع احترامي لها أما التكتولات قوية بالنسبة للفلاحين اللي هم ضعاف ولي عندوا خمسة بقرات وستة وحتى اللي عندوا مئة بقرة ومئة بقرة كما شركات الأحية وغيرها راوا يتسميه زواولة ومعندها موالي قدام من هنا قطب تصنيعي في آخر المطاف في تصنيع الحليب ومن المدخل بتاعه عندك قطب متاع الناس اللي يوردوا اللي هو فيه فيه زيادات عالمية وثم هذي مثل سألت التضخم والسوبرانفلسون والسوبرانفلسون آما هو يبيع بالحر وانتي تنتج بالمقنن ثبتو نروح وبعدين يمشي وننجدو والبقرة نولي ونفتلكو كأننا احنا نتمسخروا على بعضنا والبقرة تعطي 0% ولا تعطي 100% وين الناس هذيك عليش باعت بقرها ومعنا ذيك رأوا الناس ولد تشري كثير من المراكز تجميع تجري بأغلى من السعر المرجعي خطم القشروح ومكيش مكيش هو بدو يسكر وذي جاء وتحثوا عندكم في محطات أخرى وشبتين شبتين اللي راح كما قلوا في لغتنا احنا اللي يتباع واللي يبطل واللي ما نجمتش انتش حتى اللي ما نجمتش انتش ما هو هم البقرة بيدها مسكين انت هي بيدها تولي عشفاء القطاع اللي حبيت نحدثها عليك زيتين زيتين هي في مفارقة انا اشرت لها في كثير من المرات انو كيبدأ عام سابة الناس كله تولي هي سعد بندبل وهي اللي جاء بتصابة بكلهم ما غير ما نسميهم اسكاليتي وزير الصناعة عاي يتدخل ولا وزيرها وزير التجارة وزير الفلاحة هو مسكين ديمة الزوالي مهما كانت شخصيته وموسم استثنائي وزير نبيه 1400 مليار ودرشنية واضرب مكلحة دي ومقارنة مع السياحة ومقارنة مع درشنو بارك الله فيك هذا صحيح لا سور انشار اما يا سيدة يا مادة راه وما تماش تصدير بتاع زيت الزيتون كان ما تماش حلقات انتاج ومنظومة خطر احنا مغرومين بكلمة منظومة وهي حلو السرعة ترقاخيت هي فوضى عاربة المنظومة مايش منظمة راه ومش توصل تكون عندك زيوت رفيعة رفيعة جودة وتشارك وتتحارب بين قوسين تتميرها مع حتى المغاربة اللي هما جاءوا البارح في القطاع هذا هي لازم اكراه الشلس للكل الزوز امثلة اولا احنا ندعمه في الزيت النباتي المورد وماش ندعمه حتى في الزيت النباتي المنتج محليا وما ندعموش في قطاع زيت الزيتون هذا من ناحية ثم المسألة الثانية مخلين الامور مسايبة يعني ثم مفارقة نهار نحكيو فيها انا وصديق انه الزيتون متاع الشمال ومش مسألة جهوية بتاتا زيتون الجمال يتنقل للوسط وللجنوب مش يتعصر بغير حتى اللي نعيتولها تراسابيلتي سامحوني معناه مغير متنجم التبع من جاك بحيث حتى ثورة حرج علي يتحط في اكياس بلاستيكية اكياس لابونيتر وديابيتا ونسمى وعملنا قفزة جهنمية ولينا نحطوهم في اكياس العلفة اما ديما يسخن ويخمر ويخلط ساعات هو وشهو الكياس اللي لازم يتحط فيهم لازم يتحط في كاجويت سيدي تشكيله الزيتون سنيه وصلت تقريبا لاربعاليف معناه إستجيبات بروديو بدولماتيك غاس مش نحب الدهنيات في زيت الزيتون لازم يكون الحموضة والنوعية والبوليفينول وضرب من هنا مش الخطر ربحنا عشرين ولا مئة ولا سبعين ميداي رأي هذيك ما لازماش تحشي بالواقع تحشي اللي يحشي بالواقع وضع المعاصر اللي لازمها تكون بالمجد سلسلة متعنتاج المنفعة ترجع للناس كل من الفلاح حتى للمعصري للناس كل اللي تفهم شو معناها اللي تبيع بربعة وروف وفي خاين وفي فالانس بقديش وكذلك إيه أنا كننتج على السوق العالمية ونسوقه لازم ينكون في مستوى متاع مواصفات رفعوا فيها وهذه الدولة عندها في إيطاليا سيدي ولا في إسبانيا متنجمش زيت زيتون متاع منطقة يتعادل منطقة أخرى خطر كل واحد مواصفاته الشتوي مش الشملالي والشملالي ما هوش الوسليتي واحنا ماشيين ولي حب يعمل البلاد مغير ما ندخلوا في التفاصيل يتصرف دونك سو كيفيك أنكور نفوا ما نمنش احنا نفرح ونصفق وكان على الأعداد الباية بسينا نشوف وش كل يقعد فيه الخليل كلها مش قعد يسمع بالكدير خطر هذا كمستقبل ثم أخيرا بالمجهات الأساسي مسألة المنظومة المائية منظومة المائية هذه لازم حصة في حد ذاتها معنش حصة عنها ربع دقائق خلينا حكو فيها الشح الآن وما بين الشح وما بين الاستعمال الأبر العشوائية ما بين كيفيه شو الحل اليوم شو الحل اليوم فما مشكل كبيرة يسر الحل أنتك أنا مش نقولها بكل جرأة ووضوح فضل ودهال تعرفني في هذا نعرفك هو أنه الحل في إعادة النظر في تصورنا للتصرف في الاستغلال الماء وليس في الموارد المائية حتى اسم الوزارة حقه يتبدل هي حقها وزارة الفلاحة مش الموارد والاستغلال في الماء والاقتصرف فيه حقه حتى يتصرف على وزارة الفلاحة ختم ما تنجمش تكون هي الحكم واللاعب والجامعة وليبانيستات ما هوش ممكن وتصعب عليها بما في ذلك أنا ساعة ساعة نحكوا روسنا حاشتين واحدة دي ما نسمحها حتى من الوزارة اللي سيقبل الله يغفر ويسامح مثلا يمزالوا شدين فيها مسألة تحليط الماء أنا مانيش مختص أما والناس الكل يعرفوها وتعايتوا لهنا تحليط مياه البحر راهي ما هيش موجهة للفلاح راهي كل فتها أحنا لنا قطر في مخزوننا الطاقي ولنا سعودية ولنا غيرها وهي اللي بروجي بروميتيان بلا يخليهم أولا يصلح على الميت في ماء الشرب ثم أن التحكيم مبين الاستعمالات الفلاحية الفلاحة نعرف وانا فلاح أن يحنا نستغله في المناطق السقوية اللي هي تمثل كان ثمانية في المياه من المساحات المحترثة في تونس دونك ما نعملوش منها غندافة راهوا هذين لازمنا نحكموا في سياسة فلاحية يندرى استراتيجية نعنا نمشي لزراعات العلافية والحبوب وزيتين إلى خدي وحط كنت حب انتقارس الرومين كده واحد يستم والاخرين يجيوا بما فيهم الخارطة وحتى التدعيم اللي يجينا من الهياكل الرسمية وإلا بش نقودونا عملو في الفرامبواز والجروزي وكل شي بش نبداو احنا قرير كور متاع الاتحاد الأوروبي ولا متاع الاتحاد لي مش أوروبي خطر هذيك هو اش طالب وخطر هذيك ان احنا نحبو احنا من نصلنا من أوقات قديمة من اللي بدأ احنا هذيك عليش احنا نتبرو نميلو على رياح منشي را تفرض علينا أوروبا هذي الفاموز ستندار سانيتاري فيتو سانيتار ومشي را احنا معناش الامكانيات متاع الكنترول لاني قدتك الدنيا والبسيطة وكي ما قدتك في المياه خلينا نكامل فيه مثلا تحويل المياه الشمال اعتبارا على معطى لهو فيه كثير من الجدل والنقاش على انه ثم فائض في الشمال مش يتحول للوسط والجنوب احنا ما عنديش الفكرة متاع البعض اللي الله يسمح يقولوا كلام تاعي خيرنا ويمشي لغيرنا وكلنا اللي بعضنا اما يمشي ليش يمشي ليش للجنوب يمشي للمياه الشرب معقول اما كان يمشي بالمياه الفلاحة ما نتصورش انها مناطق للشمال متززية هي دجا مش متززية في مياه الشرب مناز في شيريت كما فرنانة ولا ولا جومين في ولايات الشمال الاقصى الشمال اللي هي منابع مياه فيها الجنازية كما قلوا بلغة المناطق اللي يعرفوها ما عندهم مش ماهي سالح للشراب مش معناها لازم نقول تقعد ندور 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 نحكيو على مخ نحكيو على مخ نحكيو على الأقل قادر أنه يخزر للتابلوت بور يفهم روحو شي حب يعمل يفهم روحو شي حب يزرع حبي يفهم روحو كيفاش نوي يوزع ما بين المنجين كسو سوا الانسنتف كما قلت انتي الاعانات ولا كيفاش كيفاش تقف الدولة اليوم مع فلاحية هذا الكل مش واضح مش واضح بالكل وسعت بالعكس دي تبدأ عنا واضحة ونتحث وخطر يسيرو برشا ورشاة الاخير اخر مثال دي ما في الماء ثم مشروع كبير ونختم به ثم مشروع كبير بتاع يعاد تهييت كثير من الماطق العمومية السقوية فيهم جندوبة وسليانا ونابل كان ما خانتنيج ذكرتي نتذكر كانوا ما بينزوز منيحين خلي نسميهم الألمان تاع الكيف دول في والبنك العالمي ثم اختلاف في التصور أنه هل تكون الهيئة اللي مشرفة خطر فوتنو بعد عشرين سنة خطر كيف كيف المام بانك مونديال نوزافي vendو يسمحوني اصدقائي في البانك مونديال نوزافي vendو على فان دي زاني كاتروروان في اخر الثمانينات أنه لازم تخرج الدولة من دووين التنمية للمناطق السقوية قالوا ما عادش عندكم كانيات وعايشين أقوى امتقدكم عملوهم في مندوبيات الفلاحة بعد عشرين سنة خطر من ثمانية وثمانين تقريبا فوتنو المندوبيات معادش نجمو يعيشو لأنها اللي ما يسوروه حتى ما يسوروه هو اللي ماشي في مصاريفهم اليومين قالوا بش نعملو هيكل يندرانا عملوه خاص وعام وفيه مشترك لأنا موش نمبرت كالخاص في الفلاحة مهنيين فينا الباقي والخيب نقولش احنا لكلنا زعامية ولي خاطوا في الأخر خلطنا عملو حاجة اللي واحد من المسؤولين وقتها قال بش نعملو كيمة السونات بتعري بتسمحني السونات مع احترامي للناس اللي شغلين فيها ماهيش مثال في حسن التصرف في الموارد المائية لأسباب عديدة ومتعدية لأنها السعر ما يترجعش ولينا يمكن شغالي شغطرحته كالترنتيب ليه هما سمعونا سمعونا لكله وبعثنا إلى آخر زوز هذوم المانيحين ما تفهموش في بعضهم في مجلس حتى هدايا يبقى للتثبيت ان تفكروا صارت فيهم دي زي شانج ما بيناتك يكون تانا وقت على رأس النقابة لكن في الأخر عملونا شركة عمومية مش تتصرف في المنطقة السقوية دون الالتفات إلى مسألة المديونية المتراكمة وفي كل انتخابات يجيون الناس يقولوا تتمسح المديونية هذية وتون اعتبروا انه ما فاتكم من الأرباع وزارة الفلاحة اليوم وزارة سيادية حق تكون سيادية اما مش كون سيادية حقيقة كما قلت لازمها تكون وزارة الفلاحة والتغذية وتنمية الأرياف انه الصناعات الغذائية عند الصناعة وانا الاسعار عند التجارة وهم يبدأوا يتعاركوا في بعضهم حتى ساعات في مجالسهم نهيك على مسألة الترفيع في سعر الحليب اللي في مي الأخير كنا نترقبوا زيادة فيه وبعد بنهارين يخرج الممثل للحكومة هي بيدها لينتمي لها نفس الوزير لانا وزارة الفلاحة التجارة ما قبلتش ولم يقع الترفيع في سعر الحليب وهنا شفنا البؤس وال 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 مع الكارثة اللي حلت بي المربين وبي غيرها من المنظومات لأنها شي مربوط بعضه أنا عنا كلمة يقولك الناس تأكل من روس بعضها في المعنى الطي بتاع الكلمة كان أنا النبرك اللي شاري من عندي بيش يبرك واللي بيع اللي بيش يبرك في ثلاثين ثانية فهما مشكل في علاقة برمضان طوى ولا والله رمضان هو أحنا كادت تشغل تزيد بف هما والناس سنسوهم بالتقسيد في رمضان أنا من نصلي نعتبر بكل تجرد وتواضع أنها الخطاب الرسمي يزيد في اللهفة متاع التوينس أنا حضرنا خمسمائة مليون رجنية عظمة وبيض وكيف كيف في العيد الكبير وكانها الناس كل ما قادلهم الدين والدة والدة الترشيد الاستهلاك ترشيد الحمية الخذائية هما نقولوها بخطاب مثلا ماش خطاب خطاب مرن وسلس وذكي مش يقولون مرة الحليب مش باي ومرة الخبز يكبرلكم في كروش كوم مرة زي يعمللكم الحبوب خولوا يا خيرة وما عنيش أصبروا نقصوا سويا القليات ناجم تجي على مرتين من عرش أنا منيش مختص في الميادين الكل هما ثم الترشيد وثم مخطبة الناس بما يفهمون وبما يمكن أن يتقبلون يبقى لي نشكرك سيلايث بن بشر بركة لو فيك مؤسس نقابة ونساء الفلاحين